فيما يخص المداشين غدين جوبريلي أنك تهم الوزاري أنها تزويج القاسرات وفيما يخص تزويج القاسرات وكما كتعرفون نيابا العامة قامت بواحد مجهود كبير فالمعدل تزويج القاسرات بالرخصة هو 17 سنة ونصف ولكن طبعاً نحن كلنا ضد تزويج القاسرات غير اللي نبغي نقول نحن نشتغل طبعاً على تشريع ولكن المهم هو الجانب الاجتماعي الجانب الاجتماعي لأن عداد من العائلات في القرى خاصة ولي دروف عدة من هالدروف اقتصادية مع الأسف تقوم بتزويج القاسرات ففي هذا الإطار هناك شركة ما بين وزارة تدوم الإدماء الاجتماعي والأسرة وزارة تربية الوطنية والنيابة العامة باش تكون ديك اللالغت اللي هي ديجا كاينما بين الأكاديميات والنيابة العامة فيما كتخرج شي بنية من المدرسة كيتم إشعار النيابة العامة باش كتشتغل السلطات على إرجاع هاد الفتاة للدراسة ولكن هذا يجب أن تكون هناك أيضاً مواكبة اجتماعية من أجل تمكيل اقتصادي للأم للأب تحسين ظروف ديال هاد العائلات فالهذا تنأكد لكم أن الوزارة تشتغل على هاد النقطة ديال محاربة زواج تزويج كنقول تزويج لأنه مش زواج تزويج القصرة ترجمة نانسي قنقر